فمن كتل الحلفان بالطلاق هقولكم حاجة أنا وبدرس ظاهرة زيادة نسب نسب الطلاق في عندي نسب واضحة في عندي مسببات واضحة ومنبئات واضحة بس في منبئات خفية عارفين من المنبئات الخفية يعني من الأسباب الخفية في زيادة الطلاق الاستهانة بالطلاق وحصل الاستهانة بالطلاق لما واحد طول النهار بيقول علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق فبقت الكلمة فبقه مش مستبعدة فدي زوج تضغط عليه يقول لها انت فاكراني مش قد الكلمة ولا ايه اه ده الاستهانة بالكلمة خلته يتجرأ ويظن ان ايه ان مسائل الجواز دي كلمة اقولها ياه على الاستهانة عرض مرأة وحياة باكمالها واولاد نوصل الاستهانة بيها كده عشان الكلمة اللي على قلسنة ولزلك من الادلة المهمة اللي فيها ناهي عن الاستهانة بالطلاق ان ربنا سبحانه تعالى امرنا ولا تتخذوا ايات الله هزوة واحنا طبعا حفظين قوله تعالى ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا يبقى احنا لازم نتعامل بشكل صحيح مع المسألة يبقى اذا في حاجة لازم نلتفت اليها حلفان بالطلاق ده ده كارسة بس احنا مش واخدين بنا عارفين زي ايه؟ زي سم السيانيت جده بيمشي في المجتمع واحنا مش واخدين بنا الناس بتحلف بالطلاق بتحلف بالطلاق بتحلف بالطلاق فيسري في المجتمع ان الطلاق ده حاجة سهلة حاجة هينا مش قرار مكتوب عليه ذلك ابغض والحلال يا عند الله ده ربنا ما يحبش الحلال ده ما يحبش ان الناس تتجرق على هذا هذا النوع من الحوال ده عملية جراحية الطلاق ده عملية جراحية وكيب النار ما بنلجألوش غير لما يبقى عندنا عملية شديدة الخطورة فبنروح نتطلق يبقى احنا هنا ايه اللي عايزين نتعلمه من ده عايزين نتعلم ان كل ما المجتمعات كانت بتحافظ على الزواج وبتجعل الزواج ده قيمة وبتجعل مسألة الطلاق ده ده وسيلة تستخدم بشكل استثنائي عند التعامل مع المشكلات الكبرى كل ما المجتمع ده كان عفي ده المعنى اللي احنا عايزين نقوله ما تستهنوش بالكلمات لان الكلمات اذا كان بتعبر عن احوال لازم نقول كده لازم نقول ايه لازم نجي نقيس جودة المجتمع دلوقتي نقيسه هو قد ايه بيتكلم بالكلام السلبي او قد ايه بيتكلم بالكلام اللي بيهد القيم عندنا كلمة علي الطلاق دي بتهدي منظومة قيم قيمة على المودة والرحمة مودة يعني مفيش تهديد ورحمة يعني نرحم القلوب كمان من الخوف والرعب اللي بيحصل مع كلمة الطلاق دي الست تقول ده الطلاق ده زي اللي بانا على لسانه يعني ايه انا مليش ايمة ولذلك لازم نرجع تاني ونرجع قيمة الامان في البيوت لازم كل واحد فينا يمسك لسانه سيدنا رسول الله سلم قالوا هل ليكبوا الناس على مناخيرهم او على وجوههم الا حصائد الا حصائد والسنتهم بالله عليكم بلاش حكاة الطلاق